وينضم إلينا من موسكو أديب السيد الكاتب والباحث السياسي سيد أديب تصريحات شيغو ربما تبدو غريبة في هذا التوقيت مع تصعيد وتسارع وتيرة المعارك وإطلاق المسيارات من قبل أوكرانيا لماذا لا يوجد خطط لتعبئة إضافية؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام الوضع في جبهات القتال لم يتغير خلال الشهور الأخيرة حتى بدنا نتحدث عن معارك موضعية في أغلب الأحيان باستثناء هذه الهجمات التي لا يزيد مداها عن 500 متر إلى الأمام أو إلى الخلف وتقدم وتراجع موضعي محدود أي بمعنى أن الوضع في جبهات القتال هادئ الأمر الذي لا يستدعي لجوء القيادة العسكرية الروسية إلى القيام بعملية تعبئة جزئية جديدة أو إعلان تعبئة عامة في البلاد لأن هناك ثلاثمية وخمسة ثلاثين ألف متطوع ومتقدم للخدمة العسكرية وفقا لعقود موقعة مع وزارة الدفاع هؤلاء بإمكانهم تماما أن يسدوا حاجة الجبهات من الناحية العسكرية ولكن التطورات الهمة تحدث حقيقة على الجبهة السياسية فنحن الآن نرى حدوث شكوك في الجدار الأوروبي الداعم لأوكرانيا نتائج الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا جاءت إلى السلطة بحزب مناوئ للحرب في أوكرانيا ويقف ضد تقديم أي مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا ويدعو إلى الاهتمام بالشأن الأوروبي ولا يريد أن يشاطر السياسة الأوروبية في أوكرانيا مثل هذه الأولويات هذا الوضع تزامن مع مظاهرات تخرج الآن في وارسو وهي مؤيدة أيضا للقوى السياسية التي لا تريد الانخراط في حرب مواجهة شاملة في روسيا وكذلك نرى مظاهرات اليوم في برلين مؤيدة لحزب البديل هذا الحزب الذي يقف ضد تقديم معونات عسكرية أو مالية إلى أوكرانيا ولكن شيء الهم البارس في الموقف الغربي هو القرار الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي بضمان ميزانية مؤقتة لمدة 45 يوم تسمح للحكومة الأمريكية بدون إغلاق مواصلة عملها ولكن هذه الميزانية المؤقتة لا تتضمن تقديم أي مساعدات إلى أوكرانيا كل هذه المعطيات تدفعني للحديث عن حدوث شقوق في الجدار الغربي المؤيد إلى أوكرانيا هذا بالطبع يتزامن مع تزايد التصريحات في الوسط الأوروبي السياسي والاجتماعي المناوئة لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وأنا لا أريد أن أسبق الأحداث ولكني أتوقع أن تدفع هذه الضغوط مجتمعة القيادة الأوكرانية إلى التفكير ماليا ربما في العودة إلى طاولة المفاوضات مع روسيا من أجل التوصل إلى تسوية تسمح بإنهاء هذا النزاع إذن سيد أديب هل يمكن النظر من زاوية مختلفة لهذه التصريحات من قبل وزير الدفاع الروسي بأنه نوع من أنواع الاستهانة بكل هذه المعطيات التي تتجه صوبة المساعدات والدعم والتأييد والإمدادات لكييف وأن روسيا قادرة بعتادها وقوتها العسكرية المعتادة على إلحاق الهزيمة بأوكرانيا هذا ما يحدث في الواقع العملي كما قلت الوضع في جبهات القتال من وجهة النظر الروسية يتسم بالاستقرار والتفوق سمعنا كثيرا عن الهجوم المضاد الذي لم يكن فيه شيء مضاد سوى اسمه ولم يحقق أي نجاحات على الأرض الخطوط الدفاعية الروسية تحولت إلى مطحنة لموجات الهجمات الأوكرانية التي راح ضحيتها عشرات الألاف من المقاتلين في الوقت الذي يتم فيه تزويد جبهات القتال الروسية بمزيد من الأسلحة النوعية بالمسيرات الروسية من طراز لارنست أو شيء من هذا القبيل فبالتالي هناك الجبهة تحصل على كل ما تريد مما تحتاجهم من المعدات العسكرية في الوقت الذي تقوم فيه السلطات الروسية بتأمين كافة الاحتياجات لعوائل المقاتلين الروس وخاصة لمن يقتل منهم أو يصاب بجروح حيث تجري عمليات التعويضات على أكمل وجه وهذا يتزامن أيضا مع ثبات في الوضع الاقتصادي داخل روسيا إذ تمكنت روسيا وكما نرى من الصمود أمام أعتى موجة من العقوبات الاقتصادية والمالية والتي طالت قطاعي النفط والبنوك صمدت روسيا أمام هذه الضغوطات وها هي بدأت تحقق ارتفاع في الانتاج الوطني بمعدل 2 أو 2.5% سيد أديب استخدام جيب لذخائر العنقودية رغم التعهد بعدم استخدامها حينما تم استجلاب هذا النوع من الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية كيف تفسروا؟ هل هو إحساس بالخطر من قبل أوكرانيا وأنها بحاجة إلى مزيد من استخدام وسائل القوة؟ أنا أعتقد أن لجوء أوكرانيا لاستهداف بعض القرى المجاورة للحدود بقنابلة عنقودية هذا يعبر عن حالة ربما من اليأس أو يعبر عن اعتقاد بأن هذا قد يلحق ضعفا أو ضررا ويؤثر على الجمهور الروسي من ناحية التأثير على معنويات الروس باستخدام هذه الأسلحة وهذا بالحقيقة يناقض تعهدات التي قدمتها كيف لواشنطن وللاتحاد الأوروبي بعدم استخدام هذه الأسلحة خارج نطاق الأراضي التي تقول أوكرانيا أنها تعود لها فبالتالي هذا يضع ربما سيكون أحد الأسباب التي تستوجب تقديم استفصال لواشنطن عن الدوافع التي اضطرت كيف بموجبها أن تقوم بهذه الهجمات ولكن لو تحدثنا عن استخدام الأسلحة العنقودية بشكل عام من قبل القوات الأوكرانية فهي تستخدمها منذ مدة طويلة وبشكل ناشيط على جبهات القتال والتلفزيون الروسي عرض مرارا وتكرارا لقطات لاستخدام هذه القنابل هذه الأسلحة من قبل القوات الأوكرانية والتي حقيقة تلحك الكثير من الخسائر والإصابات في صفوف القوات الروسية ولكنها لن تؤثر على معنويات الشعب الروسي بالقدر الذي ربما تسعى إليه أوكرانيا بقدر ما هي تعكس نوعا من الإحباط لدى القيادة الأوكرانية إذن أديب السيد الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك